شاهدين الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع نفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابية من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسة على الارض كل سنة وكل المصريين بالف صحة وخير وسعادة نهاردة سبعة يناير عيد للمصريين عيد الميلاد المجيد كل سنة وحضراتكم بالف صحة وخير وسعادة حقيقة في مصر بس ما بنعرفش هو ده عيد الميلاد ولا عيد الفطر هو ده عيد الاطحى ولا عيد القيامة هو ليه بقول انه في مصر بس لان دي حقيقة احنا طول عمرنا كده طول عمرنا ما بنعرفش هو ده عيد ايه احنا عارفين ان احنا عندنا عيد لكن ده عيد فطر ولا عيد ميلاد ولا عيد قيامة ولا عيد اطحى لان احنا نسيج واحد لان احنا طول عمرنا ما بنميس طول عمرنا ما بنعرفش طول عمرنا موجودين جنب بعض عشان كده كل سنة وحضراتكم بالف صحة وخير وسعادة. وعشان كده عنوان حلقة النهاردة سبعة يناير عيد المصريين. خلينا رحب بديوفي الكرام برحب بحضرتك القص بطر الصعاطف فؤاد. عضو بيت العائلة المصرية. وكاهن كنيسة الانبى بشوي. كل سنة وحضرتك بالف صحة وخير وسعادة. عيد ميلاد مجيد ودايما كده ان شاء الله بازن الله مصر في عيات. ربنا خليك. اهلا بحضرتك. ورحب بحضرتك الشيخ نائل فوزي عبد الحميد من علماء الازهر الشريف وامام بوزارة الاوقاف مش عرفنا منوارنا. اهلا بحضرتك. عايز ببتدي بحضرتك قصة بطرس. ليه دايما ما بنعرفش هو ده عيد ايه? يعني يعني دايما بيجي العيد علينا بيبقى عيد اضحى فبنلاقي اللحمة هنا وهنا. عيد فطر بالله الكحك والبتيفور هنا وهنا. ليه دايما مصر كده? اه اول حاجة انها سعيد موصولت موجود مع حضرتكم النهاردة مع حضرتك ومع الشيخ نايل موجود معكم النهاردة. وآآ ودي زي حاتك ما قلت في البداية دي طبيعة المصريين. احنا متميز كمصريين في العالم كله. ودي حاجة حاجة مميزة. احنا مصر احنا يعني منفردين بالقصة ديت يعني. ويمكن ديت الحاجة اللي عملت ماثر استغراب في العالم كله غاية دلوقتنا الحاضر يعني. حتى لو كان في بعض الفترات بيتم فيها بعض المشاكل او بعض الافكار المش مزبوطة لكن لا هو ده ده مصريتنا كده يعني. ويمكن يستحضرون دلوقتي من كلام حضرتك آآ في مزاجرات اللودو كلومر في في البريطاني لما كان موجود في المصر. فمن ضمن الحاجات الحاجة يعلموه ان هم يعني يعملوا فتنة بين المصريين وبعضيهم يعني. فكان الرجل قال ايه كده في كلامه? قال ان هو اقل انا ما كنتش اعرف المصرين عرف اميز ما بين المسيحي او المسلم غير هو وماشي ففي الاخر خالص الاقي دخل المسجد يبقى ده مسلم. دخل الكنيسة ده مسيحي. غير كده ما نعرفش. يعني من زمن الزمن. فده مش مش جديد علينا يعني. ده الفكرة دي مش جديدة. واحنا كلنا ممكن احنا حتى واطفال وصغيرين. اتربنا على الفكرة دي. ان احنا نيجي في العيد كله بيلعب وكله بيخرج وبيتفسح. صحيح. مفيش فرق في الفكرة ديت يعني. ايه ليس ده معا فترات كده بسيطة يعني بتعدي طبعا كله يعدي يعني. فده ده طبيعة المصريين من كده من زمان يعني. شيخ نائل اه بننبسط قوي لما بن بنلاقي الروح دي موجودة من زمن الزمن زي ما قال القصة بوترس فؤاد انه اه ده مش موجود بنا وانه لما نقول اه عيد الميلاد نقول عيد المصريين لما نقول عيد القطحة نقول عيد المصريين لما نقول اي عيد بنقول ده عيد المصريين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. هو يتولى الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحاده اجمعين. اما قبل فاللهم علمنا علم نبيك داود. وفهمنا فهم نبيك سليمان. وارزقنا قدوة الانبياء جميعا يا رب العالمين. اما بعد فهذه الروح اه التي اه تشير اليها والتي اعطانا اه نبزة عنها اه قداسة اه القز. هذه الروح جاء بها الاسلام العظيم. والذي يغفل ذلك انما يغفل روح الاسلام. اه القرآن الكريم في معرض الحديث عن اهل الكتاب. سماهم اهل كتاب. حتى لم يسميهم الاخرين. اه لم يسميهم الكافرين كما يقول بعض الناس. يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالته احسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وتقصطوا اليهم. ان الله يحب المقصطين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه يقول اه لا من ازا زميا. فانا خصيمه يوم القيام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمهم الاخرين. وانما قال زميا. اعطاهم الزمة. فهم اهل الزمة والرحم. صحيح. اهل الزمة والرحم. هم اخوال النبي صلى الله النبي تزوج منهم فصاروا أخوال لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم المهم هذه الروح الإسلام العظيم أرصاها ثم جاء الصحب الكرام من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساروا على هذا الدرب فهذا ابن عمر رضي الله عنه يزبح شاتا ويقول للرجل الذي يسلخها يقول ابدأ بجارنا الكتابي قال ابدأ بجارنا الكتابي فقال له بعض الناس بجارنا الكتابي نبدأ به كالكتابي قال نعم فإني سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول أوصيكم بالجار خيرا ولم يفرق بين كونه كتابي أو كونه مسلم فهذه روح أرصاها هنا بقى قصة بطرس ودايما زي ما قال الشيخ نائل كده احنا كجران على طول مع بعض وعلى طول زي ما قلت لحضرتك كده في الاعياد بنتبادل الاكل وفي الاعياد بنتبادل الزيارات لدرجة انه فعلا بيجي علينا وقت ما بنبقاش عارفين هو ده عيد مين الروح دي اللي موجودة ويمكن فيه أحياء كاملة نلاقي انه فيه شقة مسلم والشقة اللي فيهش ومسيحي وانه عايشين مع بعض على طول موجودين مع بعض الروح دي زي ما حضرتك قلت موجودة من زمن الزمن وان شاء الله تستمر الى يوم الدين ازاي نقدر ندعم ده وازاي نقدر نخلي الروح دي موجودة بيننا على طول برضو زي ما قلت حضرتك واستكملا يعني انت ذكرت دلوقت في العصور التاريخية زي ما قال برضو فضيت الشيخ نايل انه يعني كان بيجي كتير من المناسبات اللي حتى الحكام نفسهم كانوا يبيشتركوا مع الشعب في الاعياد وطبع ما تكلم على مثلا احنا كمسيحيين كان فيه ساعتها في زمان كان فيه العيد الغطاص وعيد النايروز كانوا اعتبر اكبر احتفال بعيد كان الحكام الحكام بنفسهم ينزلوا مع الشعب ومع الناس يحتفلوا بالاعياد ديت يعني ويمكن تتذكر الشاعر المرحوم عبدالفتاح الابنود عبدالرحون الابنود لما كانت تتكلم على ازاي ان هو كان في المحافظة عنده قاعد يحكي احتفال البلد كلها بعيد الغطاص ان هو جان ويجروا كانوا يسموه عيد البعضيسة وحاجات كده كانت حاجات جميلة وكل دي بتقص بتوصل للروح يعني يمكن ازاي ان احنا نعيد الحاجات دي تادية او نعيشها مرة اخرى لحيمكن الموضوع محتاج تلات اطراف مهمين جدا يعني الطرف الاولاني هو الاعلام يعني الاعلام عليه دور كبير جدا 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 في الموضوع ان هو يوزر هزر روح دي موجودة جوان صحيح بعض الاحداث بعض الظروف مرت بتخلي شوية ها شوية التراب جم على الدهب الموجود جوانا فمحتاجين نشيل التراب دوات اول فئة تقدر تشيل الموضوع ده لانها لها تأثير وتأثير قوي جدا 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 كنت نسبة كلمة على شيخ نال من شوية على تأثير الميديا على الناس تأثير القوي اه دلوقتي الميديا بقى لها دور كبير الاعلام ليه دور على على ان يوصل هزر الرسالة الجميلة زي ما حدك ما تتعمل كده دلوقتي يعني ازاي ان احنا نوصل اجيال لطلعة جديدة اخوانا ازا كان في بعض الاوقات لأ ده مش دي طبيعة بتاعتنا كمصريين لأ يعني امكان انا انا تذكر او ما وجد كنت ازور ناس في البيوت اه الاقي الشوقة زي ما حدك قلت شوقة مفتوحة لها بعضها صحيح اقول لهم اخوانا مين افيند في الشقة التانية انا ما كنتش اعرف اه انا مش شاءت الناس هنا بظهرهم يعني الناس التانيين اي وهم قاعديننا عند بعض صحيح المهمة التانية مهمة رجال الدين سواء رجال الدين طبعا نبرا اتنين ده في المساجد الاسلامي او المسيح اه ورجال الدين في الكنائس ان احنا نوصل الناس باستمرار اخوانا او بمعنى صح زي ما قالت الشيخ برضو ان احنا نوصل لهم صحيح الدين الاسلام بيتكلم على سماحة وبتكلم على كل حاجات وانا ممكن قلت حاجات تادية اخرى موجودة في الاسلام وقرائن موجودة في التاريخ ومع الرسيل الاسلام او مع الوخلفاء الرشيدين كلهم كلهم كان يعني ازاي العلاقات هي دي اللي عايزين هو اتضحى للناس نفهمها لهم رجال الدين الاسلام رجال الدين المسيحي احنا المسيح لو المجد جاي في الميلاد دوت رسالة سلام يعني هو جاي ازاسة بالسلام وجاي ينشر سلام على الارض هنا يا شيخ نائل لازم معديش الروح الحلوة اللي شفتها اه حضرك بتتصور مع القصة بوترو ستول الوقت وانه الروح بينكو جميلة القصة بتروس بيتكلم على حضرتك دايما وبيستشهد بالدين الاسلامي يعني الروح والسماحة الجميلة دي لازم تفضل موجودة ولازم نفضل طول الوقت زي ما قال القصة بتروس سواء الاعلام او السوشيال ميديا يكون ده موجود فيها كمان عايز اقول لحضرتك وهنا حضرتك هتقول لنا هو انا محبب ان انا لازم عيد على اخوي المسيحي في يوم زي يوم سبعة يناير في عيد القيامة في عيد الميلاد لازم يكون ده موجود نعم هذه روح وطالما ان الاسلام العظيم يعني امر بان نبرهم وان نقصط اليهم فان ذلك من صميم البر والكسط هذا من صميم البر والكسط الاسلام العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ازى فاذا هذا من صميم عدم الازاء ايضا اواسيه اعطيه هذا حق علي كائن لان الله عز وجل ارشادنا الى ذلك فقال في محكم التنزيل لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورغبانا وانهم لا يستكبرون هذا فحسن لا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم هذه الروح جاء بها الاسلام ارشدنا اليها الاسلام بان الذين قالوا ان نصارى هم اقرب مودة ورحمة للاسلام بدليل ماذا بدليل انهم اذا سمعوا ما انزل علينا من شرائع فانهم يعني يقبلون عليها اقبال المحبين بل ويتأثرون بها حتى ان ذلك لا يجعل اعينهم تفيض من الدم الاسلام العظيم ارشدنا الى ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في قصة زواجه بمارية هذه خير دليل حتى بعد يعني انت زوجت النبي لم ينحي عنها كنهها ووصفها يعني كان من يعني المتوقع يعني زي ما الناس النهاردة او يتحجرون في افكارهم ويتعصبون يقولك ايه نحي هذا اللفظ وهذا الوصف لا زل تنادى بمارية القطية حتى بعد زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينحي عنها هذا الوصف هذه روح لا بد وان نتأثر بها لا بد وان يعني نقبل عليها لا بد وان يعني نبحث في صميمها وفي مفرداتها كيف انها تؤدي سمارها المرجوة الحلوة على المجتمع باسره لانه اذا لم تؤدي هذه سمارها فقد ضاعت القدوة وضاعت روح الاسلام وضاعت روح المسيحية ايضا معك اول رسائل بتستقبلها سواء في عيد الميلاد او في عيد القيامة بتكون من مين يعني يعني الحقيقة ودي حقيقة انا دايما في الاعياد اول رسائل حتى في المولى للنبوي اول رسائل بيبقى من اخواتي المسيحيين اول رسائل بتجيني اه اه مع حضرتك ده ورده اول سدقني يعني مش مش بالزبط لكن دي كل اخوات المسلمين يعرفهم ومعظمهم زكينة وعلماء بقى فاضل لا كله بيبعثوا بيهني شيخنال بيبعث لحوايك على طول انا برضو عايزة الالفة نظر مش بس حضرتك تبكلم على اه عيد الميلاد وعيد القيامة انا بقى افاجأ ان في احنا عندنا مناسبات اخرى تانية يعني في اعيد تانية تانية بقى موجودة في النص كده او حاجة بلاقي اصدقاء كتر اليوم ما يعرفش يعرف المناسبات ده بيبعتولي بس انا في بيت الصوم احنا عندنا صوم كتير نلاقي فيه بيبعتل في كل صوم ابعت رسالة ببداية الصوم او حاجة اخوانا فبقى مبسوط جدا بالحكاية ديت فعلا ان فكرة من ضمن الحاجات ان انت ازاي ما احنا الحب مش كلام يعني بتقولش انا بحب لك انا معرفش عنك حاجة. صح. معرفش انت انت بالصوم امتى وتفتر امتى وعيدك امتى مسلا او مناسباتك او حاجة. فدي بتبقى حاجة مهمة جدا. يعني روح اللي انا شايفها بين حضركة شيخ نايل دي ده اول لقاء. ده اول لقاء. فعلا. ما يعني. اه روح جميلة. هو هو عشان شيخ نايل حد متعلم وحد عالم فدي بتبقى حلو وبتريح لان فاهم فاهم صميم الاسلام. صحيح. فاهم الدنيا وانا ممكن دايما نقولها باستمرار. وفي اي لقات بنتقابل فيها مسلا حتى في التسجيلات او كده. اه مصر اتبدل يعني زي ما تقوله ما هي انها الوساطي the Mauce. في المسيحية والوساطية في الاسلام. صحيحه. المسيحية في مصر يعتبر هي الوساطية في المسيحية في العالم كلها. ماشيين في في خط مستقيم من ساعة المير مرقص جي مصر وبشر وايه الاخير وماشيين في خط. الاسلام اه معانا الاظهر في في مصر فالا. فده مودينا مودينا عملينا كده زي بالزبط زي ايه زي اه الشط بتاع النهر كده. انه مخليش حد يتطرى في مين. صحيح. طرف الشمال. بس ده ما حاجة تمشي في النص. واحد نفس الفكرة. فعشان كده لا يعني مصرين مختلفة جميل بالزبط. شيخ نائل يعني اه الحقيقة القصة بوتروس قال شيء مهم جدا وهو انه اه الكنيسة والازهر دايما طول الوقت ماشيين بالتوازي مع بعض. نعم. ودايما الحقيقة بنشوف التهاني ودايما بنشوف الاعياد ودي رسالة مهمة جدا للكل. لو حضرتك هتبعث برسالة الى كل المصريين وهنا زي ما احنا بنقول عنوان حلقتنا سبع يناير عيد للمصريين. ممكن نقول ايه في يوم زي سبع يناير. نقول الاسلام العظيم دلنا عليه. نقول ما جاء في سير الصحابة الكرام. فهذا الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء فاروق الامة الذي كان اذا مشى في طريق والشيطان يريد ان يمشي فيه لا يمشي فيه شيطان بل يترك الطريق الذي يمشي فيه عمر. عمر لما زهب الى منطقة الجابية ببلاد الشام دخل عند رجل نصراني مسيحي. فاعطاه من سيابه فلبس عمر. واعطاه من شرابه فشرب عمر. واعطاه ماء فتوضأ فتوضأ عمر. فقال له صلي في الكنيسة. فلما هم تردد عمر رضي الله عنه. فظن الرجل ان عمر لا يريد ان يصلي في الكنيسة لامر ما في النفسي او غير ذلك. سيدنا عمر مش حابب نصلي في الكنيسة. نعم لا لا ليس تايزي القصة. انظر الى الفهم العميق. مه. فقال اخشى ان اصلي فيها. فينازعكم عليها الناس بعدي فيحولونها مسجدا. مه. انظر الى الفهم. مه. الى الروح. حتى ان سيدنا عمر بن العاص. الكنائس موجودة. دخل ففتح مصر. هل هذا ما الكنائس? الكنائس والمعابد موجود. حتى معابد الفراعينة. على حالها منذ الاف السنين. يعني في الفتنة الماضية سمعنا في ايام الفتنة التي كنا فيها. لا اعادها الله. مع السياس اللي زهبوا للاهرامات وقبلهون لهدمها وغير ذلك. كما سمعنا الى المتحف المصري وتكسير هذه الاثار العظيمة. سيدنا عمر بن العاص لم يفعل هذا. بل انه بعث الى امير المؤمنين عمر. يقول له عن شأن هذه المعابد وهذه الأسار فقال له عمر رضي الله عنه أيعبدها الناس من دون الله قال لا قال إذن اتركها فإذن هذه الروح نبعث إليهم هذه الروح لا أقل من أن نبعث إليهم هذه الروح فعمر يلبس من سياب المسيحي ويأكل من طعام المسيحي ويشرب من شراب المسيحي بل إن القرآن العظيم الذي أرشد إلى هذا اليوم أحل لكم الطيبات خلي باله وبدأ بماذا وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم والثاني وطعامكم حلوا لهم يعني لم يكن إيه في الأول طعامكم حلوا لهم في الأول لما قال وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم بس بطرس قولنا كده يوم سبعة يناير بيمشي إزاي يعني بنصح الصبح نعمل إيه والدهر بنأكل إيه يعني حضرك احكي لنا كده سبعة يناير بيمشي إزاي طبعا إحنا يعني للأسف احنا طبعا الفترة اللي احنا عايش هنا بتاعة كورونا ديت ناكينا نتكلم في العموم غيرت كتير من العادات والتقاليد الفترة ديت ونتمنى طبعا ربنا يرفع عن بلادنا مصر وعلم كله الوباء دوت إن شاء الله ونرجع مرة أخرى يا طبعا إحنا عارفين هو بيبقى الاعيد عيد سبع يناير بيسبوق فترة صوم نبصايمين مدة تلاتة واربعين يوم كويس قبل احنا طبعا نسيان بتاعنا ببقى فترة تنقطع وبقى كده بنا ناكلش أكلات سمك وبيض بنا ناكلش أكلات تلوة حيوانية يعني كلها اطعمة نباتية آآ المهم فبتبقى اليوم دول بتبقى بقى فرصة بقى اللي ناس بقى تعمل ايه تبدأ تستعيد الزاخرة آآ اللحمة والفراغ بقى وبتاع ونبدأ انها تساعد برضو الاكل برضو الالبان والحاجات دي كلها كده ده الصبح برضو زينا كده في الايد في المناكل لا في الصبح انا بتكلم في اليوم يعني انا بتكلم مع الغدها وبتاع آآ نبدأ فكرة اللي هو التهاني بقى مع بعض يا طويس ان احنا كل الاسر مع بعض يا بنتجمع في الكنيس بعد الخصوص للاطفال الصغيرين بيروحوا الكنيسة الصبحية كده وان احنا بنعيد على اليوم طبعا ده ده غير اوقات بتاعة كورونا يعني برا كورونا بنعيد على الولاد الصغيرين وان احنا نبس البهجة في نفوس الولاد ان هم نعيد على اليوم يعني وتبدأ بعد كده المراسم بتاعت كل المصرين بقى اللي هي ايه زي ما قلنا زيارات نسبة ده بدل الزيارة ينهني بعض بالعيد ويكون الموضوع الفرحة يعني فترحة العيد يعني لكن هو التقوص بقى والمراسم بتبقى مجولة العيد اللي هو الليلة بالليل ده بقى بصلاة ستة بالليل ده ببقى صلاة العيد والوداس العيد وده بتبقى مراسم الصلاة التقصية في العيد نفسه عيد الميلاد وعيد القيامة زي عيد الفطر وعيد الحياة الاضحى انه حضرك بتشوف انه يبقى فيه تواصل اكتر انه بيبقى فيه صلوات اكتر ولا الاتنين زيبقى لا هو عيد القيامة بيكون اكتر شويا القيمة. عيد القيمة اكثر. زي عيد الاطحى اطول بخطة اكثر من الفترة بالزبط يعني هتلاقي في حاجات كتيرة شبه بعض يعني. صحيح. تمام. اه عايز اسأل حضرتك عن فكرة الايد الصبح. احنا دايما اه في ايد الاطحى لازم لحمة. تمام. اه في ايد الميلاد اه ممكن لحمة. لا 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 مش الصبح لأ. مع بعض الصبح لأ احنا من الغد الغد او العجب. اه لكن الصبح كبه. لا ملوش ملوش اه مخيط. ما فيش هو الصبح بيبقى دايما بمنتجات قلبان بسيطة عشان نقدر الدنيا نكمل بقى اليوم. عشان مفيش لابن بقى اه اه بس كده. فبيبقى اه الصبحية بيبنرجع للمرة اخرى ايا. كل سنة احنا طيبين دايما يا رب نشاء الله. شيخ نائل عايز اسأل حضرتك عن فكرة التهاني. وان احنا دايما نهني بعض. سواء في عيد قطحة سواء في عيد فطر سواء في عيد قيامة سواء في عيد ميلاد. هي بتفرق سواء بين المسلمين مع بعض او المسحين مع بعض. بتفرق بشكل كبير انه انا اتلقى رسالة من اخوي المسيحي او اتلقى رسالة من اخوي المسلم. وقديه دي دينيا بتفرق في ما شاء الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ارثى هذا ايضا. فقال ما كان الرفق في شيء الا زانة. وما نزع من شيء الا شان. رفق بجميع البشر. رفق بجميع الكائنات. ما كان الرفق في شيء الا زانة. وما نزع الرفق من شيء الا شان. ولذلك مناسبة ان رجلا من اهل الكتاب مر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السام عليك يا محمد. هذا يمثل الفكر الذي نعاني منه الان. ولكنه لا يعطي صورة مطلقة عن اهل الكتاب. وله فكر معين. فمر عليه. فقال السام عليك يا محمد. تحريف للسلام عليك. والسام هو الموت. يعني يدعو على النبي بالموت. فردت السيدة عائشة. بل السام عليكم انتم كذا كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. مهلا يا عائشة مهلا. ان الله يحب الرفق. فما كان الرفق في شيء الا زانة. وما نزع الرفق من شيء الا شان. فهذا من جملة الرفق. هذا من جملة تقديم الحسنة والاحسان الى الناس. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنة. بغض النظر عن طبيعة هذا الرجل. بغض النظر عن فكره. انت مأمور بان تحسن الي. حتى الرجل الذي كان يشرب الخمر ويعاقرها. وجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة. يقول انس رضي الله عنه. فمنا الضارب بيده. ومنا الضارب برجله. ومنا الضارب بنعله. واخر يقول لعنك الله ما اكثر ان يؤتى بك. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا. وقال لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. فلنتأمل في كلمة اخيكم. مع ان هذا الرجل اخطأ ما اخطأ. يشرب الخمر المنهي عنها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى الرفق. الى المودة. الى اللين. الى الحلم. يا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. قصبوتروس اسأل حضرتك عن هل فيه ايات في الانجيل بيفضل نقولها يوم سبعة يناير. ولو فيها تبقى ايه لكن بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم. وكل سنة وكل المصريين بالف صحة وخير. وسعادة عيد الميلاد المجيد. كل سنة واحنا كمصريين كلنا بالف صحة وخير وسعادة كل ثانية. وانتم طيبين استوديو الشارع هفضل شعره دايما 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 مصر تنطلق. ونفضل دايما في استوديو الشارع. نبض الشارع المصري. اشتركوا في القناة 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 كل سنة وحضراتكم طيبين عايزين في يوم سبع ينايل نقول كتير لبعض كل سنة وانتو طيبين في يوم عيد الميلاد المجيد كلنا نكلم بعض كلنا نهني بعض كل سنة وكل المصريين بالف صحة وخير وسعادة برحب من جديد بالقص بطرس وبالشيخ نائل قص بطرس كتاب للفاصل اللي عايز اسأل حضرتك فيه ايات في الانجيل يفضل نقولها في يوم سبع ينايل او احنا عندنا التحية بتاعة الميلاد اللي هي بنقول كده المجدول الله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصار اه حفظينها دي كل ما دي بتاعة دية الاحتفالية احتفالية عيد الميلاد الميلاد بنستقبل بها ميلاد الساد المسيح يعني ممكن نقولها تاني لاخوتنا عشان نقول لكم المجدول الله في الاعالي وعلى الارض السلام وعلى الارض السلام وبالناس المصار على الارض السلام بالزبط وهو دي دعوة المسيح للمجد جايب بالسلام لكل الارض وكل البشرية الفترة اللي فاتت قص بطرس الحقيقة فيه روح اكثر من رائعة ما بين اه المصريين والحقيقة لاحزت انه لا يبقى فيه اتمام انه يبقى فيه رسائل مخصوص ما بين اه المسلمين والمسيحيين والمسيحين والمسلمين في الاعياد المختلفة شايف حضرتك الروح دي بتساعد كتير جدا في استمرار هذه الروح اللي الحقيقة مصر عمرها ما شاهدت غير هذه الروح الجميلة وما حدش اقدر في كل الاوقات انه يخش المصر من من هذه الناحية. يمكن انا مش عايز اخش بموضوع في الناحية سياسة شوية يعني. لكن. لا احنا نتكلمش في سياسة. يعني انا بكلم على ما هي الروح دي دي جزء من تكوين الشعب المصر. صحية. فانا قلتها قبل كده مصر بتقوم على تلت تلت زوايا كده اساسية. هم اللي بخلين بلدنا لغد دلوقتي ما زالت صومضة. يعني احنا بنشوف دول يعني ربنا شاء انها يعني خلاص ما بقاش لها دور زي زمان العراق وليبيا ومش عارفين حاجات زي كده وسوريا. الدنيا معاهم صعبة جدا. لكن احنا بالنسبة لنا كبلادنا مصر. ايه اللي مخليها غد دلوقتي? ايه اللي مخليها غد دلوقتي? صومضة بالسورة ديت. معنا تلت مؤسسات اقوية. الجيش والمسجد. وطبعا الازهر يعني. الازهر والكنيسة. جميل او ان حضرتك قلت الازهر قبل الكنيسة هي دي الروح. لو حضرتكو عايزين وبنتكلم عن الروح مفيش اكتر من الشكل العملي. القصة بطرس وهو بيتحدث عن مؤسسات. اه بتخلي دايما الروح دي موجودة فقال الجيش المصري العظيم. وقال الازهر والكنيسة. لو الشيخ نائل بيتكلم هيقول الكنيسة وبعدين الازهر. بتفضل قصة. اه فالروح الموجودة ديت والكياني الموجودة تلات كيانات الاخوياء الموجودين دول هم دول سر عظمة مصر وجودها لغاية دلوقتي. ويمكن الفترة اللي فاتت بعد ما يعني ممكن شيخ نائل قال من شوية ان احنا تعرضنا للفترة مظلمة شويتين وفيها شيء من الصعوبات. لكن قدرنا بالروح دي نتغلب عليها. عشان كده بجول مش عايز اخوصش في السياسة لكن احنا بالوجود الازهر طبعا والشيوخ العظام العلماء والافاضل. وطبعا احنا ما ننساش المشهد مشهد الرائع آآ سيادة الرئيس السيسي مثلا مع فضيلة الامام الاكبر فضيلة الشيخ الازهر امام الطيب. وخدست بابا وتدرس في في انقاذ مصر من من الصحيح. اه يعني الطريق المظلم اللي كنا مششين. صحيح. فهم اللي قاموا بالدنيا ديت يعني. ودي الروح اللي موجودة اللي مازلنا بها اللي بدأت بقى تظهر مرة اخرى دلوقتي. صحيح. دي اللي حتاك بتشوفها دلوقتي. يعني اوزر هي موجودة بس حصل شوية تراب وعفرة. بس حضرتك قلت حاجة صحة في نص الحلقة الاولاني هو انه انا ببعث مسجات لاخواتي في حياتي احس انهم مستغربي انا فاهم انه هو عيد يعني او اخواتي يبعتولي في مولد النبوي احنا يعني آآ مهتمين اوي. الحقيقة الروح دي كترت اوي آآ خدست. بقى هي هي بدأت تطلع مرة تانية هي بدأت تظهر. يعني احنا بنقول ايه? الحاجات دي مش لسه عادات هنكتسبها? لا دي حاجات موجودة جوانا. صحيح. بنوعدها مرة اخرى. بنطلعها من جوانا مرة تانية. مين قال من زمان يعني انا شفت يعني اتعاصرها مع الناس اللي هو لا ما تعايتش عليه وما تسلمش عليه. احنا شفنا يعني عادة مع الناس. زمان اوي يعني كان بيحصل حقيقة. هل الكلام ده كان موجود من زمان قبل كده? لا. خالص. خالص. احنا بس ما نقال اللي حصل. احنا مش بنعمل شيء جديد. احنا مش بنصنع شيء جديد. احنا بنلمع زي ما حضراتك قلت. بنرجع للوضع الطبيعي بتاعنا. صحيح. يعني بنرجع الوضع الطبيعي بتاعنا. وده اللي عايشين فيه بقالنا خمس سنين الحياة. عايشين ومتكلموا بتاع. ولا كأنه في اي حاجة خلط. ايه. بقالنا خمس سنين عايشين الروح دي والحياة والروح الجميلة دي. انا كنت عايشين من شوية كنت متعلم منه حاجات كنت بسمع منه حاجات. استفدت منه بجد. انا الحقيقة انا تخيلت ان انتو صحاب قوي من زمان. ما دخلتش انتو لسه متقابلين الحقيقة. ما هي الروح اللي جوه انا هي اللي فرض علينا. نوع ايه ايه? هو مقاعد مش متحفز مني ومش وقت حدوده بتاعوا نفس الفكرة. وعند استعداد اسمع منه. وتعلم منه واستفد منه. هو نفس الكلام. ليه لأ? شيخ نائل الحقيقة القصة بوترس قال جملة مفيدة جدا. قال انا برتاح لما بتعامل مع الناس في الازهر وبتعامل مع الناس الفهمة وفي الاوقاف. المؤسسة الازهر. اه. ده برضو نفس القصة حضرك بترتاح لما بتتعامل مع اه اه قس من الكنيسة المصرية العظيمة. نعم حق لازم علينا ان نرتاح. حق لازم علينا ان نرتاح. لاننا لو نظرنا في القرآن وتدبرناه وتأملناه. لنجد مصداقة ما قاله القس في تقديم اه الازهر الشريف في جملة مؤسسات الدولة في السياق. تقديمه على الكنال. لو حق لازم علينا نرتاح لان القرآن الكريم في معرض الحديث عن الجهاد. قال اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا. وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله تأمل في الذي يأتي. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض. له ادمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. انظر المساجد في اخر الكلام. له ادمت صوامع بيع. مساجد اخر حاجة. نعم. هو صلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثير. هذه روح. هذه روح. هذه رسالة. ولذلك الامام الكرطبي قال له ادمت صوامع. قال هي اماكن عبادة الرهباء. الصوامع. البيع هي الكنائس. والصلوات هي صلواتهم في الخلوات. ومساجد هي اماكن تعبد المسلمين. اذا لا حق لازم علينا ان نفهم ذلك. وان نكون يعني على راحة وعلى تؤدة وعلى طمأنينة. لان ديننا هو الذي يرشيدنا الى ذلك. حقيقة احنا بنبقى مبسوطين في الاعياد. والشعب المصر كله مبسوط عشان الاجازات. مش كده. لكن بنبقى مبسوطين. زيادة في الحقيقة في عيد الميلاد وفي عيد القيامة زي ما بنبقى مبسوطين في عيد الفطر وفي عيد الاطحى. اه واحنا بنحضر للحلقة اه مع فريق الاعداد. كنا مبسوطين جدا انه اه بنبقى موجودين مع حضراتكم اه في سبعة يناير في عيد الميلاد المجيد. بنبقى مبسوطين اكتر انه بنقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. وهي دي الروح اللي موجودة الحقيقة من الزمن زي ما يمكن قال اه شيخ نائل ممكن يجي وقت كده مع اخوانا البوعدة دولي اه الدنيا ما تبقاش كويسة اوي لكن كل سنة طبعا وحضراتكم بقال في صحة وخير وسعادة. اه قصة بطرس اه ستة هو بيبقى الصلاة وبيبقى الليلة بقى بتاعت يوم سبعة يناير. سبعة يناير الاكل. فيه حاجة تانية غير الاكل بقى يعني اه يعني عيد القطحى اللحمة. والصبح اه كبدة وبعض الدور اه لحمة. وزيارات زي ما حضراتكم قلت. هو احنا عيد عندنا ليه تلات مفاهيم يعني. كويسة. اه يعني معانا المعنى الاولاني والمعنى الروحي والمعنى الرمزي. طبعا. ده بيمثل في الصلاة والصلاة بالليل يعني مسلا بيبقى بدي يبدأ مسلا صلاة القداس من الساعة ستة مسلا توصل لساعة اتنشر بالليل. فده بيبقى بيمثل الصلاوات والمعنى بقى نشوف ازاي رمزية ميلاد السادة المسيح. وزاي ان هو بيولد في حياتنا وزاي ان هو ولد للسلام ولد من اجل انه يعطي يعني عطايا كتيرة للبشري والانسان. فده بناخد فيها المعنى اللي هو الايه معنى الروحي والمعنى الرمزي لميلاد السادة المسيح له المجل. نجي للمعنى التاني اللي هو المعنى التقصي. ودي بيمثل في التقص بتاعتنا. تلاقي بليه بعض التقص وبعض الممارسات التقصية اللي هم وتمثل في القدس وفي الصالة يعني. المعنى الثالث وهو الناحية الاجتماعية شوي. ان هو بقى الزيارات وتبادل الزيارات والاخير. يمكن موضوع الاكل ده يعني انا عرضت عنه بس مش هو برضو الاساس. بس كل مصر الاعيات فيها اكل. يعني الاكل هي الاساس. فده بيكون بقى برضو نمره يمكن ممكن يكون نمره اربعة في حتة مظاهر العيد او بتميز حتة وفي حترة صيام طويلة شوية يمكن عدد ملاد اقل شوية من عيد القيام. عيد القيامة يعني اه خمسة خمسين يوم. مرة دي تلاتة وربعون بتتعودوا على فترة الصيام الطويلة دي قصة بوتروس تلاتة وربعون يوم خمسة واربعون يوم. خمسة وخمسين. خمسة وخمسة وقت طويل. اه. في بيبقى تعود مع الوقت يعني حضرالي كلالاتي ما بتحسش بالصيام? لان الطفل الصغير من هو صغير بيبدأ بيتعود. يعني الاسر بتعودوا. صحيح. وخلاص الموضوع مش الموضوع الاكل مش قضية بالنسبة لنا يعني. طبعا السيوم بيبقى فينا نوعين برضو عشان برضو متفاهمين. متقطع. السيوم متقطع يعني فترة بيبقى فيها فجأك. ده من الساعة اتناشر بالليل. لغاية التاني يوم كل واحد بحسب طاقته وقدرته. كويس. يعني السفل الزغير حاجة. حد كبير. اه تفل حسب كل واحده ظروف. المسلا ساعة احداشر الظهورية اتناشر واحدة. اه ممكن يبقى اتناشر ساعة مسلا. اتناشر لاتناشر. ممكن يتوصل لبعض الناس في الوقت اسوان معينة ممكن توصل لستاشر وتمنتاشر ساعة. كويس. بتبدأ متناشر بالليل. وبعد كده بيعقوبها فترة اكل بقى لازي كنا ناكل بس يكون اكل نباتي. كويس. ده فكرة السيام بالنسبة لنا يعني. فهداية احنا بنتعود عليها. احنا تعودنا عليها. مع احنا وصغيرين. والواحد لما بيحط ربنا كده قدام عينيه. صحيح. فخلاص بيقدر بقى ان هو الحاجات دي يدوس عليها. صحيح. هو بيعمل كده عشان ربنا. فيعني. وحاجة تانية مهمة ان احنا بنعلم الناس زي ان انت تضبط نفسك. يعني زي انت تبقى ضابط نفسك. ان انت قدامك الاكل ومش هتاكل. مش عشان الاكل غلط. ولا الاكل ده خطيئة او حرام. ازا بتكلم فكرة الحرام والحاجة. الاكل مش حرام. يعني بالعاجل الحمدى. ايه صحيح. لكن فكرة انت تتعلم الضبط. الانسان يجب يبقى زي كده يعرف يضبط نفسه بقى في حاجات كتير. صح. في السلوك وفي. وحلاق وحلاق وحاجات زي كده. فتبقى فرصة الانسان يضبط نفسه يعني. شيخ نائل بتبعت لمين في سبع يناير رسائل كل السنة وهو طيب. والله بداية بالجار. الجار. يعني نبدأ بالجاري اولا. لان الفقهاء ادركوا هذه الروح. يعني الفقهاء المسلمين ادركوا هذه الروح. فجعلوا المصطلحات التي فيها هذه الروح. فقالوا المعاهدين. قالوا الزميين. الكتابيين. وبدأوا بتصديف الجار الى اصناف. قالوا جار له حق واحد. وجار له حقان. وجار له سلاسة حقوق. اما الجار الذي له حق واحد هو الكتاب. الجار الذي له حقان هو المسلم. الجار الذي له سلاسة حقوق هو الجار المسلم القريب فنبدأ بالجار لإرساء هذه الروح هذه الروح التي كان أهل الشر حريصين أشد الحرص على قتلها ولذلك كانوا دائما يصرون على إلقاء العداوة والبغضاء بين الصف المصري الواحد بحرق الكنائس بأفعال الشغب في الكنائس كانوا دائما يصرون على قتل هذه الروح على وقدها على إزهابها على محقها مع أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يجوب الشام بعد أن دخلها فوجد رجلا كتابيا كبيرا في السن يسأل الناس يسألهم فوقف عمر فقال ما لك لما تسأل الناس قال لا مال ولا ولد وضاقت بي الأرض بما رحبت فنادى عمر على وليه على أميره فقال ظلم بين أن نأخذ من شبيبة هذا الرجل ثم نضيعه عند شيبته انظر إلى الجملة عار وظلم أن نأخذ من شبيبته يعني في فترة هو شب يعني نعم ثم نضيعه عند شيبته ثم أمر له بعطاء متواصل من بيت مال المسلمين الله عنه نعم هذه الروح التي لم تبغي علينا أن نبدأ بها وأن نكون حريصين عليها قصة متروس بتبقى مبسوط لما بتجيلك رسالة أو رسائل كتير من إخواتك المسلمين طبعا يعني أكيد بتبقى مبسوط لما بيجيلك من قريبك أو من أصحابك لكن لما حضرك بتمسك الموبايل كده وتلاقي مسج من شيخ نائل من محمد من أحمد أكيد بتبقى مبسوط عزو بيكون لها طابعة خاص بيكون لها طعم خاص هذه الرسائل بقى سعيد بها جدا بقى مبسوط بها جدا طبعا وهم كلهم يعني نشكر ربنا يعني الناس كلهم حبايبي سواء إذا كان في المنطقة عندنا كل إخواتنا المسلمين والجيران أو سواء إذا كان نشوخ الأفواض اللي بتقابل معهم في اللقاءات إذا كان في أعضاء معنا ببيت العيلة ويمكن ما ينعز أول برضو حدث بالمناسبة ديت من كم سنة كده كان جيه كان جيه المولد نابو الشريف جاي في فترة بتاع عياد العيد الميلاد صحيح من كم سنة كده وكان برضو إنا كانت لها فيها أشوات قلق وبتاع فساعدة عملنا فكرة أنا وأخواتي في المنطقة عندنا في الزاول حمرة إن احنا جبنا بابا نويل زاول حمرة دي جميلة من زمن الزمن جبنا بابا نويل عند المسجد وقفنا بعد المسجد وبدأنا نوزح حلاوة المولد آآ جميلة وقفت أنا وبابا نويل كده وواحد اللي لبسناه بابا نويل وبدأنا نحن نوزح حلاوة المولد فكان موقف جميل جدا وكان يعني لفتا أنه هو كان ساعتها كان بيصادف وجود المولد النابوي الشريف مع آآ أنا عايز أزيد عايز أزيد على كلام حضرتك إنه يعني هي مش أمور شخصية بس عملت أثر حل جدا أنا أنا بناتي في مدرس راهبات في المولد النابوي لازم يرجعوا معاهم حلاوة المولد صح؟ لازم لازم يرجعوا معاهم حلاوة المولد المدرسة أحداك بتكلم عليها أنا برضو بنتي في إحدى المدارس فهم المدارس فيه برضو محمد بن برضو المؤسسات الجميلة اللي هو إيه؟ بيعلموا الولد هو صغير إن أنت يعني بتجين البنت تقول لي بابا أنا عايزة مثلا إيه؟ عايزين عندنا مناسبة فعايزين هدايا للولاد أيها الإخواتنا إخواتها اللي في الفصل مثلا فبابا مبسوط هم بيزرعوا في نفس الولاد إنك إنت إزاي تهنيب بمناسبة عنده بحاجة معينة إيه لأخير جميلة يعني حاجة حلوة هاخد من حضراتكم كلمات أخيرة بس سابتدي بشيخ ناش كلمات أخيرة ولازم نعيد نعيد بقى على إخواتنا نعم يعني أفضل ما يقال لابد وأن نراعي جانب الإنسانية قبل التعصب والتحجر جانب الإنسانية مقدم على كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة الكتابي فلما سألوا الناس قال أليست بنفس لابد وأن نراعي جانب الإنسانية في الآخر بغض النظر عن أي تعصب لهوى أو أي تعصب لفكر هذا ما يمكن أن يصدق في معاملتنا وأن تصطبغ به معاملتنا أن نراعي جانب الإنسانية في البشر وأن نلزم هذا القانون قصة بطرس أنا بشكر حضورتك وبشكر الشيخ نيل على الكلمات وعلى التعييد وعلى أن نحن وجودنا النهاردة في ميسل هذا اليوم مرسي خالص خالص وده تعمل زي ما قلنا ده بيعبر عن الروح الموجودة في بلادنا مصر مش زي ما قلنا حاجة مش جديدة لا دي حاجة موجودة في حياتنا كلنا بجد بشكركم جدا بشكر كل ناس اللي عيدوا علينا وعيدوا علي في اليوم دوت ويعني آخر حاجة بقولها أن احنا يعني في اليوم دوت أو الآيات ديت بنسأل الله جميعا كده أنه يرفع عن بلدنا وعن العالم آه هذا الوباء وباء إن شاء الله ونرجع مرة تانية احتفالاتنا ومناسباتنا كل حاجة ترجع مرة أخرى نعيش حياتنا طبعيا ونبدع عن عن الكلمة الصعبة اللي بتقال في التباعد حياة لأن نرجع مرة أخرى في التقارب حياة مش في التباعد حياة كل سنة وحضرك طيب القص بطرس فؤاد عضو بيت العائلة المصرية كاهن كنيسة الانبة بشوي كل سنة وحضرك بقالف صحة وخير وسعادة وبشكر حضرتك الشيخ نائل فوزي عبد الحميد من علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب وزارة الأوقاف وكل سنة وحضرك جزاكم الله كل خير ونفاد جزاكم الله خير شاهدين الكرام كل سنية وحضرتكم بقالف صحة وخير وسعادة سبع يناير عيد المصريين وهنفضل دايما زي ما قلنا في المقدمة هنفضل دايما في مصر ما بنعرفش هو ده عيد الفطر ولا عيد الأطحى ولا عيد الميلاد ولا عيد القيامة ده لأنه مصر محفوظة ان شاء الله بإذن الله تفضل محفوظة إلى أبد الابدين كل سانية وحضرتكم بقالف صحة وخير وسعادة ستوديو الشارع هيفضل شعره دايما مصر تنطلق وهنفضل دايما في ستوديو الشارع نبض الشارع المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة